تزامناً مع خيبة الأمل التي أبدتها معظم الدول الكبرى من الوصول إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي لوحت الولايات المتحدة بالخيار العسكري لردع طهران عن امتلاك سلاح نووي في حال فشل المفاوضات معها في العاصمة النمساوية فيينا قائد القيادة المركزية الأمريكية كينث ماكينزي وفي مقابلة مع صحيفة الفينانشل تايمز البريطانية قال إن بلاده لديها مجموعة متنوعة وقوية جداً من الخيارات العسكرية لردع إيران في حال عدم الوصول إلى نتيجة مرضية خلال المفاوضات ماكينزي أوضح أنه إذا كانت طهران تعتقد أن بإمكانها مواصلة هجماتها في العراق وسوريا مع مفاوضات نووية دون نتيجة فإنها تسيء تقدير قدراتنا مشيراً إلى أن تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية مؤخراً في المنطقة مع مقاتلات من دول أخرى هي رسالة لإيران وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون وفي بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي بني جانتس أكد استعداد الرئيس جو بايدن للانتقال إلى الخيارات الأخرى إذا أخفقت السياسة الأمريكية الحالية الخاصة بإيران في إشارة إلى المفاوضات النووية من جانبه وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس إيران بأكبر تهديد للأمن والاستقرار العالميين والإقليميين وذلك بعد محادثاته مع وزير الدفاع أوستين ووزير الخارجي أنطوني بلينكين في واشنطن وتأتي تصريحات الأمريكية في ظل تنامي المخاوف من عدم وصول المفاوضات النووية في فيينا والتي استؤنفت الخميس إلى اتفاق بين إيران والقوى الكبرى حول برنامجها النووي ترجمة نانسي قنقر